بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله هذا اليوم 3-2-2018 يعني 3 فيفري فبراير مش نجاوب على الأسئلة العظمة اللي موردي هذا يا أخونا محمود سأن فنان جزاك الله خير شكرا يا فنان بركة الله فيك هذا يا الأخضر العطار مختار ستروان ستروان 2011 كون الموتر شود الجوفر لبوشان دو كيلو سور دي فلاكون هذا نرمال أو نوع هذا يسأل أخونا عند وقت يفتح الخزان الماء وهي سيارة أخونا يخرج الماء يفور طبعا هذا طبيعي إذا كان ما عندكش مشكلة في المروحة تاخد المروحة تسكت وعادي طبعا هذا طبيعي أي حاجة تصير يعني في الماء هذه طبيعية لأنه هو الماء يوصل لدرجة الغليان في الحاجة العادية كما الطنجرة يعني هذا دو بركة الله فيك يا دو شكرا يا رحمة ديك يا دو هذا بيرد هذه 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 ما شاء الله علي سيم أختار أنت تستحق أن تقدم برنامج ميكانيك على أحدى القنوات المغاربية والله نحترمك ونعزك سيم أختار شكرا بركة الله فيك يا عيسام هذا من حسن أخلاقك وأرضه علي عدة قنوات وعدة إذاعات ولكن أنا قلت لهم لأنني من الجمش لأن اللي عندي كل عملي يعني براتيك التيوريك ما عنديش فمنحبش نكون محرج يعني قدها من الناس يسألك على سؤال تيوريك وأنت ما عندكش معلومات كافية ولهذا رفضت عدة عروض ومدابية هيكة نتعامل مع أشخاص كيفكم ومنتم هيكة نفيدهم نستفاد منهم ونفيدهم ويكون أفضل شكرا بركة الله فيك يا عيسام السلام مسي بغتار جيد بروبلم دوم فواتير 307 HD جي تروف دولويل دون لادريت ديمون تيربو أكسبل مو بروا مرسي هذا السماعيل قال نقف زيت في دريت متاع تيربو هذا إذا كان من كان من خصوات زيت من لديك سهلاك زيت السماعيل هذا عادي حاجة خفيفة مش مشكلة عادي إذا كان معنك سلاك متعزيت كان عندك سلاك متعزيت يجب أن تشوفهم منين هل ترامل تربوه ولا من حالة أخرى هذا إسلام جمال برك الله فيك يا إسلام شكراً يا رحمة الله فيك أمين رشيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي مختار تحياك الله وعالك على ما تقوم به من المساعدة الآخرين أتمنى لك التوفيق والسداد في عملك شكراً يا رحمة الله فيك أمين وريد أن أعرف رأيك في مسألة وجود صوت تقطق في محرك سيارة احترأت سيارة بنزين من نوع فيات 1.2 جراندي بونتو غيرت الزيت المحرك مع الفلتر بعدما كنت قد طلبت من صاحبها نوع الزيت الذي كان يستعمله لها فأخبرني بشيل 1540 وبالفعل قمت بذلك لكن كنت كلما شغلت السيارة في الصباح إلا وأسكع وإلا وأسمع صوت تقطق ويختفي ما يقول بعد 3-5 دقائق نصحني بعض المتغير الزيت 45 وقمت بذلك لكن نفس المشكل حاولت أن أنسى الأمر نهائيا ومع الوقت بدأ الصوت تقطق هي قل حيث بدأ قليلا في الصباح ثم سرعان ما يزول نهائيا ومؤخرا لاحظت أن مستوى الزيت ازداد قليلا في أي وقت أي وقت مستوى بقليل ورغم أن هذا الزيت كان لا زال صالحا قمت بتغييره مع الفطر لأني كنت قد قبل ثلاثة أشهر قد وضعت محلول تنظيف دورة البنزين مع الوقود وصورني في شك أن يكون هذا المحلول هو السبب في زيادة حالة من الزيت ولذلك قمت بتغييره هذا الزيت نفس الوزوجة ونفس الماركة لكن في الحال اكتشفت ارتفاع صوت التقطق من جديد أكثر من مكان فأين يمكن يكون المشكل أو سمحت وهل الزيت الأخير قد أصبح مناسبا للسيارة بعد مدة من استخدامه رغم أني وضعت نفس الزيت بل نفس العلبة التي كنت قد استقسمتها على اثنين في الأول الأخيرة في المرة الثانية أو هل لذلك المحلول الذي أضفته مع الوقود تأثير إيجابي على الزيت محرك حيث لحظت قلت صوت التقطق بل أخر فيضنج أشكرك زيدي شكر أخي على المساعدة الله يكثر من أنفسك شكرا برك الله فيك أخي أمين أنت التقطق عندك مدابية الناس كلها التي تسمع فيها وتبعتلي في في أسئلة إذا كان عندك مشكلة بالخص في التقطقة أو في خضة أو في صوت غير عادي في محرك ماذا بيك تبعتلي فيديو فيديو يكون طويل شوية متاع 3-4 دقائق يكون فيه الصوت واضح باش ننجم لنا على القل نعاونوك ونشوفوا مشنو المشكل أنت المشكلة عندك يعني أن السيارة شريتها مستعملة ما تعرفش سحبها شو كان عامل فيها ماذا بينا خطم النجم نحكم على الصوت بالتقطقة من بعيد من غير ما نسمع الصوت فلو سمحت أبعتلي فيديو بتاع 3-4 دقائق هنا عندك الإيميل تحت الفيديو يعني واللي أبعتلي على الفيسبوك راني الفيسبوك ما نستعملوش ما تبعتليش فيديوهات على الفيسبوك أبعتلي فيديوهات على الميل خاطر ما نستعملش الفيسبوك وبالنسبة المحلول اللي حطيت انت في البنزين ما نعملوش علاقة هذا هذا ينظف السيركوين متاع اللي صوت ينظف الحاجات كلها اللي موجودة متاع البنزين الانجكتيرات من غيرها البخاخات ينجم يكون كام فام صوت في البخاخات يعني مختفى بعد التنظيف ينجم يسير ماذا بيك أبعتلي فيديو يا أمين هذا إيمير أمين سلام جي أمبرلم كون لابتس تيباس تونتونت كلمتر ألير إكران أفش انجكش هذا مشكل انجكتيرات يعني إذا كان أنت صبيت المادة هذه وممشتش معاك زادت أو نقصت يعني المادة هذه تنجم تزيد في المشكل وتنجم تنحي المشكل عندها عندها مفعولين تنجم تزيد في المشكل وتنجم تنحي المشكل لدينا مجموعة انجكتيريات سلام عليكم الان just like إذا كان كونغو عادية تقدر لا يوجد مشكلة لأنه لا يجب أن يكون لديك البمب أجيكسون كاملة معها البنيون سوف أعطون إن شاء الله فكروني أن أعملكم فيديو على البنيون اللي تركها مع البمب أجيكسون باش نجب تعمل منها لفنسو ريتار وكي تأخذ البمب أجيكسون اللي هي العادية أخذها بالسيبور متاح وبالتيوب متاحها بالجعب متاحها أخذها كاملة لا تتخذ هالشي يعني وحدها إذا كان سيارة متاعك عادية ميش إلكترونيك يعني ميش دي سي يكون الإنجكتوريات البخاخات عادية تمشي معك يعني يا جمال كمان شكرا لك مختار هل يمكن تغييرهم بدون فتح الكلاس يقصد البراويسي باب يعني أسمعوني يا جماعة أريد بكم يعني وقت تبعتولي سؤال ما ضحولي شنوها بدون نحن فتح الكلاس قولي شنوها الحاجات يعني النجم من نجم من كون في فيديو أنت مكش تقصد هو أو ما نشوفوش قولي مثلا هل يمكن تغيير هذا ما البراويسي باب أو حاجة على الكلاسرك نعم ممكن يا جمال إذا كان سيارتك يعني الربراكام بتاعها ظاهر وسهل والمكان بتاع السيباب واسع وتقدر تنحين وتنجم في الحالة هذه تطلع البستون فوق يعني اللي فيه السيباب باش تغير البراويسي بتاعه تحاول تدخل جهة الجهة الشمعة تحاول تدخل الحجم ملوية شوية كم عوجة باش تكالي بها السيباب باش تكالي بها الفلف يعني باش وتغيرهم عادي السلام عليكم صباح الخير صباح النور يا عبدالي 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 معاك الأستاذ عبدالي تيجاني مرحباك يا عبدالي بارك الله فيك أخي الكريم ربي يجعلها في المنزان المقبول إن شاء الله تحياتي شكرا أني أرحم والديك يا عبدالي والله يبرك فيك يا أستاذ أرحم والديك هذا يا تار فيديو جميل بارك الله فيك لو كانت تجيب مكونات المحرك فورد فيستا إيسانس يعني شلو تخصد يا تار أعطيني بالضبط شو من المكونات المحرك تحب على الطبيعة ولا تحب الصور وإذا كان تحب على الطبيعة فورد فيستا هذا إيسانس أي سنة دوبلا براكام ولا عادي أعطيني فكرة عن الموضوع باش ننجم باش نقدر يعني نفيدك بالموضوع اللي تحب عليه مكرم سباح الخير سيطلق في موضوع لديك لديك وضع فيس انجمتر سيطلق كنت باش نحن سيطلق سيطلق لديك لديك نحن دريس جزيو بعد روالي مع سيطلق لديك سيطلق 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 ما أنا قلت لك يا مكرم أنا معاش للفيديو اللي شفته أنا قلت لك نحطوه في القناة ونتحوروا عليه ولا لا ما رجعتش عليه نرجع للفيديو اللي شفته إن شاء الله نفكر ونرجع للفيديو ونقول لك شنو خاطر ما نرجع نمشي للقناة أخرى ونرجع للقناة المتاعي كي يبدأ الفيديو عندي في القناة المتاعي نشرح عليه ونشرح يعني يعطونا للبلاد ما شاء الله بدو أذكيها ويتعلموا وبدو يعرفوا برشة حاجات نجم نتعاونوا ونشوفوا هذا يا مكرم دي سيري مرخوفين يعني طول نرجع كانت عاود تكتبلي إذا كان أما بعثلي اللي هي ولا يعطيني الإذن باش نحطه في الشان المتاعي ونفهموا فيه هذا أخونا ديميلسانك صلاح المساعد عنده فيديو يعني ما عارش نوع عنده فيديوات ولا حاجة هذا يا الناصر ربي يحفظك عن مختار أنا عندي نفس السيارة واستفدت منك كثيرا الحمد لله شكرا برك الله فيك وهذا يا عنا مكر باش أبدو سلام أخي مختار أخي عندي مشكل سيارتي تستهلك زيت وحاب نستقسيك إذا ممكن نغير لسجمون بدون ما نغير البيستان شفتوا تو هنا العملية شنية تصير يعني يا أخواني يا أخواني يا أخواني بارك الله فيكم يا رحم وديكم أعطوني سؤال واضح كامل لا ريبة فيه تو أنت تقول لي عندي مشكل سيارتي تستهلك زيت شنية سيارتك مرسدس بيام مفيات رينو بيجو أنا عارش ما نجمش نجاوبك ما نقدرش نجاوبك اللي يعطيني سؤال نقص إذا كان لحظته أني واحد ما رجعت لاش الجواب كتابيا أو شفاهيا راه سؤاله نقص ولهذا أنا تعبت من كانت تعطيني وقتها شو كفاء نحب سؤال كامل متى وكيف وقع المشكل وقبل ما يصير المشكل شنو اللي عملته بعد ما صار المشكل شنو شافها ميكانيكي ولا لا الأمور هذه كلها يجب أن نعرف عملت فحص ولا لا كل الأمور هذه يجب أن نعرف شكرا على مختار بيعطيك الصحة ولا عافية بارك الله فيك يا جعفر يا رحم والديك شكرا سلام أنا عندي نفس المحرك لكن الكثير من المشكل كيف نخص كيف نخص ما يفيدني بشي يعني خطرا أولا يا أما تبعثلي فيديو فيه المشكلة يا أما تقول لي واختش صار لك المشكلة هدايا واختش مشنو اللي عملت عملت الإجراءات اللازمة مثلا المنبوجيات تنظيف الكرباتير ريفيس باتيني الأمور هذه عملتها أم لا خطرا ماذا نعطيك حل أنا أنا ما ينزلش علي الوحي من بعيد نازمني تكون السيارة قدامي مدام السيارة مش أمامي تبعثلي علاقة الفيديو باش نجم نعاونك هذا اللي يعني اللي نجم نشوف هو اللي الله محمد صلى الله زاد جاوب هو ياسين غربي قال يزمك رجلاج كرباتير رجلاج سيباب رجلاج كورون دايكو كيف كيف زاد بدر تحاولوا مع بعضهم مع طورايهم باهي سأعطيكم الصحة هذا أخونا زروال زاد شكرا لك الله يبارك فيك يا زروال ذكرتني بسيارة سيكانز مضحك محركة أول سيارة جميلة أبي الله يشفيه أمين يا رب العمين كان يعمل بها في التوزيع الخبز الحمد لله كبرنا بالحلال أبي كسبها تقريبا 25 سنة إن شاء الله ربي يشفيه باباك وربي يشفيه جميع باباك المسلمين كلها إن شاء الله تفيدكم هذه الأجوبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته